أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم الدرس الرابع من الوحدة الثامنة استعمال نواتج الطرح الجزئية للطرح الجزء الأول أهداف الدرس سنتعلم في هذا الفيديو استعمال القيمة المنزلية عند تفكيك مسألة على طرح أعداد متعددة الأرقام لحل مسائل أبسط والآن لننتقل إلى صفحة رقم 133 مسألة أحل وأشارك أوجد ناتج طرح 534 ناقص 108 أفكر كيف يمكن أن تساعدني القيمة المنزلية في عملية الطرح أحل هذه المسألة بأي طريقة أختارها؟ والآن لنقم بتحليل هذه المسألة من خلال الإجابة على الأسئلة التالية ما المطلوب في هذه المسألة؟ أحسنتم يا أبطال إيجاد ناتج طرح 534 ناقص 108 السؤال التالي ما المطلوب القيام به لحل المسألة؟ أحسنتم يا أبطال أفكر كيف يمكن أن تساعدني القيمة المنزلية على إيجاد ناتج طرح 534 ناقص 108 السؤال التالي ما العدد الذي يتم طرحه من 534؟ أحسنتم 108 السؤال التالي كيف تساعدك القيمة المنزلية في حل المسألة؟ أحسنتم يا أبطال يمكنني تفكيك 108 إلى 108 بعد ذلك يمكنني طرح كل جزء على حدة تذكر يا صديقي يمكنني استعمال البنية في الحل؟ كيف يمكنني استعمال القيمة المنزلية لتفكيك هذه المسألة إلى مسائل طرح أبسط؟ أبين عملي في المساحة الفارغة أدنى جاء دوركم يا أبطال أوقف الفيديو حل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أنتم مبدعون والآن سيقوم زميلكم أحمد بعرض إجابته علينا تفضل يا أحمد السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقائي؟ بداية أريد أن أجد ناتج 534-108 يمكنني التفكير في العدد 108 على أنه 100 زائد 8 العدد 8 ممكن أن يكون 4 زائد 4 سأطرح لأحد أولاً 534-4 يساوي 530 يمكنني العدد تنازلياً بمقدار 4 أخرى لطرح 4 أحد أخرى 530-4 فحصلت على ناتج 526 الآن سأقوم بطرح المئات 526 وهو ناتج الطرح في العملية السابقة ناقص 100 يساوي 426 هذا يعني أن الناتج النهائي لعملية الطرح 534-108 يساوي 426 أشكرك على هذا الحل الرائع نلاحظ أعزائي أن زميلكم بدأ بطرح الأحد أولاً ثم المئات والآن سوف يقوم زميلكم يوسف بعرض إجابته علينا تفضل يا بني السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقائي؟ أريد أن أجد ناتج طرح 534-108 أعرف أن العدد 108 يساوي 108 أحد فأطرح المئات أولاً 534-100 يساوي 434 العدد الثمانية هو 4 زاد 4 يمكنني أن أطرح العدد 4 مرتين 434-4 فحصلت على ناتج 430 ثم طرحت أربعة مرة أخرى فحصلت على ناتج 426 هذا يعني أن ناتج طرح 534-108 يساوي 426 أشكرك على هذا الحل الرائع يا يوسف بارك الله فيك نلاحظ عزيزي أن زميلكم يوسف بدأ بطرح المئات أولاً ثم الأحد تذكر يا صديقي يمكنك استعمال ما تعرفه عن القيمة المنزلية لتفكيك مسألة طرح إلى مسائل أبسط وأسهل يمكن استعمال الإجابات عن المسائل الأبسط أي نواتج الطرح الجزئية لإتجاد ناتج الطرح النهائي والآن لننتقل إلى صفحة رقم 134 السؤال الأساس كيف يمكنني تفكيك مسألة طرح أعداد كبيرة إلى مسائل طرح أبسط سنجيب عن هذا السؤال من خلال المثال التالي في نهاية الجولة الرابعة من لعبة إلكترونية سجل ماهر 462 نقطة في الجولة الخامسة من اللعبة خسر عدداً من النقاط ما مجموع النقاط التي أحرزها ماهر في نهاية الجولة الخامسة أوجد ناتج 462 ناقص 181 الآن يا أبطال لنقوم بتحليل هذه المسألة والإجابة على بعض الأسئلة في نهاية الجولة الرابعة من اللعبة الإلكترونية كم سجل ماهر من النقاط؟ أحسنتم مبدعون سجل ماهر 462 نقطة وفي نهاية الجولة الخامسة من اللعبة ماذا حدث لماهر يا أبطال؟ أحسنتم خسر عدداً من النقاط وكم عدد النقاط التي خسرها ماهر يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون خسر 181 نقطة وما المطلوب إيجاده من هذه المسألة؟ أحسنتم مبدعون ما مجموع النقاط التي أحرزها ماهر في نهاية الجولة الخامسة؟ وكيف نقوم بذلك؟ أحسنتم من خلال إيجاد ناتج 462 ناقص 181 يمكن أن تساعدني القيمة المنزلية على تفكيك مسألة طرح إلى مسائل أبسط لإيجاد ناتج الطرح نقوم بذلك على ثلاث خطوات الخطوة الأولى نبدأ بطرح المئات أبدأ بالعدد 462 وهو العدد المراد الطرح منه فأطرح منه قيمة المئات لدينا 100 في العدد 181 كم الناتج يا أبطال؟ أحسنتم رائعون 462 ناقص 100 يساوي 362 بعد ذلك أدون الأعداد التي تم طرحها لقد قمنا بطرح العدد 100 ننتقل إلى الخطوة الثانية والخطوة الثانية هي طرح العشرات أبدأ بالعدد 362 وهو ناتج الطرح في الخطوة السابقة ثم أطرح منه العشرات لدينا ثمان عشرات أي ثمانون أحسنتم يا أبطال لكن نلاحظ أن العدد 362 لا يحتوي على ثمانية عشرات في منزلة العشرات ويوجد فيه فقط 16 لذلك أفكك العدد 80 إلى 60 وعشرون أطرح أولاً 16362 ناقص 60 كم يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون يساوي 302 ثم أطرح العشرتين الباقيتين 302 ناقص 20 يساوي أحسنتم يا أبطال 282 لا ننسى أن ندون الأعداد التي قمنا بطرحها وهي 60 والعشرون عند الأعداد التي تم طرحها الآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي طرح الأحاد بقي لدينا فقط واحد من الأحاد لطرحه نبدأ بالعدد 282 وهو ناتج الطرح في آخر عملية قمنا بها ثم أطرح من الواحد وهي قيمة الأحاد في العدد مئة وواحد وثمانون كم الناتج يا أبطال؟ أحسنتم مبدعون مئتان وواحد وثمانون ندون العدد واحد مع الأعداد التي تم طرحها الآن نقوم بجمع الأعداد التي تم طرحها مئة زائد ستون زائد عشرون زائد واحد يساوي أحسنتم مئة وواحد وثمانون نلاحظ أن العدد مئة واحد وثمانون هو العدد المراد طرحه بهذا نكون قد انتهينا من عملية الطرح ويكون ناتج الطرح هو ناتج آخر عملية الطرح قمنا بها ويساوي مئتان وواحد وثمانون هذا يعني أن مجموع النقاط التي أحرزها ماهر في نهاية الجولة الخامسة يساوي مئتان وواحد وثمانون والآن جاء دورك يا بطل لكي تقرعني مسألك أقنعني أكون دقيقا أوجد ناتج طرحي أربعمائة وثلاثة وخمسون ناقص مئتان واثنان وستون أوضح كيف يمكن أن تساعدني القيمة المنزلية في الحل ما المراد إيجاده يا أبطال أحسنتم مبدعون ناتج طرح أربعمائة وثلاثة وخمسون ناقص مئتان واثنان وستون وماذا أيضا مبدعون وضح كيف يمكن أن تساعدني القيمة المنزلية في الحل أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال مبدعون والآن لنحل هذه المسألة سويا أبدأ بالعدد مئتان واثنان وستون وأقوم بتحليله إلى مئات وعشرات وأحد الخطوة الأولى هي أن نطرح المئات فنبدأ بالعدد 453 وهو العدد المراد الطرح منه فاطرح منه المئات كم لدينا من المئات؟ أحسنتم مبدعون لدينا مئتان وكم ناتج 453 ناقص مئتان؟ رائعون مئتان وثلاثة وخمسون أدون بالأعداد التي تم طرحها مئتان ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي طرح العشرات فنبدأ بالعدد 253 ونطرح منه العشرات كم لدينا من العشرات يا أبقال أحسنتم مبدعون لدينا 60 لكن نلاحظ أن العدد 253 لا يحتوي إلا على 15 في منزلة العشرات لذلك نفكك العدد 60 إلى 50 وعشرة ونبدأ بطرح العدد 50 253 ناقص 50 يساوي أحسنتم مبدعون يساوي 203 ناقض الناتج 203 ونطرح منه العدد عشرة 203 ناقص عشرة أحسنتم مبدعون 163 ثم ندون الأعداد التي قمنا بطرحها وهي 50 وعشرة الخطوة التالية نقوم بطرح الأحد ناقض العدد 193 ونطرح منه الأحد كم لدينا من الأحد يا أبطال أحسنتم مبدعون لدينا 2 من الأحد وكم ناتج 193 ناقص 2 أحسنتم مبدعون 191 ندون الأحد مع الأعداد التي تم طرحها ثم نقوم بجمع الأعداد التي تم طرحها 200 زائد 50 زائد عشرة زائد 2 كم يساوي يا أبطال مبدعون 262 وهو العدد المراد طرحه بهذا نكون قد انتهينا من عملية الطرح كم الناتج يا أبطال أحسنتم مبدعون الناتج 191 نعود الآن إلى السؤال الأساس كيف يمكنني تفكيك مسألة طرح أعداد كبيرة إلى مسائل طرح أبسط سنستخدم المثال التالي لتوضيح الخطوات لدينا 3 خطوات لكي نقوم بتفكيك مسألة طرح أعداد كبيرة إلى مسائل طرح أبسط نحلل العدد المراد طرحه إلى أحد وعشرات ومئات ثم نبدأ بالخطوة الأولى الخطوة الأولى هي طرح المئات في مثالنا 346 ناقص 100 وهي قيمة المئات في العدد 123 فيكون الناتج 246 ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي العشرات نقوم بطرح العشرات 246 وهو ناتج عملية الطرح السابقة ناقص قيمة العشرات في العدد 123 ويساوي 20 246 ناقص 20 يساوي 226 ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الثالثة أقوم بطرح الأحد 226 ناقص ثلاثة يساوي 223 بهذا يكون ناتج الطرح لدينا 223 تذكر يمكنك استعمال القيمة المنزلية لتفكيك مسائل طرح كبيرة إلى مسائل أصغر لتساعدك على طرح أعداد متعددة الأرقام كما نلاحظ عزيزي الطلاب أن عملية تفكيك مسائل طرح أعداد كبيرة إلى مسائل طرح أبسط تساعدني في عملية الحساب الذهني لعملية الطرح ننتقل إلى صفحة رقم 135 تدرب موجه أعبر عن فهمي التمرين الأول لماذا أحتاج إلى كتابة الأعداد التي أطرحها في كل خطوة ما المطلوب يا أبطال أحسنتم أن نحدد لماذا نحتاج إلى كتابة الأعداد التي أطرحها في كل خطوة والآن أوقف الفيديو حاول أن تحل التمرين ثم أكمل الفيديو بعد إنهايك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أحسنتم إن ناتج جمع الأعداد المطروحة في المسائل الرياضية الصغيرة يجب أن يكون مساويا للعدد الأصلي المطروح والآن لننتقل إلى تدرب موجه طبق فهمي في التمرينين في التمرين 3 و 4 أستعمل القيمة المنزلية لمساعدتي على تفكيك المسألة إلى مسائل طرح أبسط لدينا التمرين رقم 3 والتمرين رقم 4 ما المطلوب لدينا يا أبطال؟ أحسنتم أن أستعمل القيمة المنزلية لمساعدتي على تفكيك المسألة إلى مسائل طرح أبسط جاء دورك أوقف الفيديو حل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ مبدعون والآن لنقم بحل هذه التمرينات معا التمرين الثالث أوجد ناتج طرحي 374 ناقص 236 نبدأ بالعدد 374 و نطرح منه المئات 374 ناقص 200 أحسنتم مبدعون 174 الآن نبدأ عملية الطرح التالية بالعدد 174 174 ناقص 30 وهي قيمة العشرات في العدد 236 كم الناتج؟ أحسنتم مبدعون 144 نبدأ عملية الطرح التالية بالعدد 144 نلاحظ أن الأحاد في العدد 236 يساوي 6 والعدد 144 لا يحتوي إلا على 4 في منزلة الأحاد فنقوم بتفكيك العدد 6 إلى 4 و 2 نبدأ بطرح الأربعة 144 ناقص 4 كم الناتج؟ رائعون 140 الخطوة الأخيرة نطرح من العدد 142 كم الناتج؟ أحسنتم مبدعون 138 130 إذن ناتج الطرح 374 ناقص 126 يساوي 138 ننتقل الآن إلى التمرين الرابع أوجد ناتج طرح 369 ناقص 175 نبدأ بالعدد 369 و نطرح المئات 369 ناقص 100 أحسنتم مبدعون 269 نبدأ بالعدد 269 و نطرح العشرات لاحظ أن لدينا 17 ولكن العدد 269 يحتوي على 16 فقط فنقوم بتفكيك العدد 70 إلى 16 و 10 نطرح الـ 60 أولا 269 ناقص 60 أحسنتم مبدعون 209 ثم نقوم بطرح العشر كم الناتج؟ أحسنتم مبدعون 199 الخطوة الأخيرة نقوم بطرح الأحد 199 ناقص 5 أحسنتم مبدعون 194 إذن ناتج طرح 369 ناقص 175 يساوي 194 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أشكر لكم حسن المتابعة والإهتمام على أمل أن ألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم